الحديث أكثر إذن مشاهدين الكرام عن تزوير انتخابات في العراق والشواهد على ذلك وعنا عبر اسكاب نفيهن الصحفي والإعلامي العراقي السيد زيادة السنجري مرحبا بكم سيد زيادة إذن حياكم الله مع دعوة بعض الكتل إلى انتخابات مبكرة ألتعتقد أن الأجواء العامة في العراق الآن تؤهل لإجراء انتخابات نزيهة؟ تحياتي لك أخي الكريم وتحياتي لكل مشاهديكم في كل مكان بداية هذا الجوب الآن الذي يعيشه العراقيون هو نفس الجوب ما بعد احتلال العراق مباشرة فوضى وفساد ومينشيات وانفلات هذه الأجواء لا يصح فيها الانتخابات نهائيا كون المحصلة هي واحدة منذ قبل الانتخابات منذ تصويت على الدستور العراقي الحالي تم تزوير إرادة الناخبين في محافظة نينو عندما قرر هذا الدستور نثرت محافظات تستطيع الرفض الأنباء صلاحاتين نينو رفضت هذا الأمر تم تزوير نتائج هذه الدستور وفرض هذا الدستور بفتاوي شيعية كردية علينا للأسف الشديد يعني طبعا وأسس لديمقراطية الأمريكان وهو قانون الغابة الذي يحكم العراق اليوم وهذا يعني بأن الوضع لحد الآن استبدل نتائج الانتخابات استبدلت الجعفري بالمالكي بالمالكي بالعبادي يعني عادل عبد المهدي واليوم الكاثمي كلها اسمى اشترار لهذه العملية السياسية وععادة تدوير هذه النفايات لكي تحكم الشعب ولا تستطيع أن تقدم أي شيء ملموس في أي ملف كان سواء أمني تعليمي خدمي منذ 17 عاما حتى يومنا هذا فكيف يمكن أن تكون الأجواء مناسبة سيد الفاضل الآن في العراق والعراق يشهد ما يشهد من إفلاس ومن جائحة كورونا وانتشار الميليشيات والكثير من المواضيع التي يطول شرحها ويحتاج إلى برنامج متكاملة حتى يمكن أن نفصل الأشياء إذا ما أكثر من حلقة أيضا الكوارث التي سببتها العملية السياسية الآن للعراق لذلك الأمر كله يحتاج إلى عادة النظر فيه كحل جذري وليس كحلول ترقيعية أحدناها الحكومات المتعاكمة والحكمة الحالية التي تنهي بانتخابات مبكرة حتى المتظاهرون من أجل ذلك أكدوا عدم قبولهم بأي انتخابات تفصل على مقاس هذه الأحزاب نفسها منذ عام 2003 ولكن البعض يدعو إلى السماح بإشراف دولي على هذه الانتخابات المقرر إقامتها ما الفائدة أستاذ زياد حتى لو كان إشراف دولي إذا كانت الوجوه نفسها ونفس الأحزاب سأخذ مثال اليوم كل العراقيين بشيئة قبل سنتهم يقولون بأن حنافة لاوي نائبة بالبرلمان وهي للأسف تطرح نهج طائفة وهي نظرية سبع في سبع عندما حدثت انتخابات تم استبدالها بوجه عباس أي انتخابات هذه التي تستبدل حنان الفتلاو بوجه عباس اليوم لدينا مشكلة سيد الفاضل في فكرة الانتخابات آلية الانتخابات جوهر هذه الانتخابات نتائج هذه الانتخابات اليوم الذي سيفوز في هذه الضروب هو من المجلس الأعلى ومن حزب الدعوة ومن بعض الأحزاب السنية الملوثة بالأموال الخليجية وضغوطات بسيطة تركية وأموال سعودية قطرية وإلى آخرين من أموال تصب في المحصلة النهائية في جيوب وطبقة سياسية الفاسدة وآخر المتضررين هم العراقيين الذين تضرروا من إيران التي تلعب بمقدرات كل الشعب العراقي بنفوذها واستغلالها للوضع العام وهي من تقرر من يفوز كذلك حتى الأحزاب الكردية الكل متورد بطريقة وبأخرى وينتظر دوره في الانتخابات حتى يحصل على راتب تقاعدي إلا ربما قسم من هؤلاء خدمة كمشرع في البرلمان العراقي لمدة أشهر بسيطة ويوم يتقاضى رئيس الجمهورية غازي الياور يتقاضى مئات الملايين آلاف الملايين واتسلم فترة قصيرة جدا ومحسوب على مكون نحن براء منه والحقيقة وكل الناس براء من هذه الطبقة السياسية أعطيني برلمان عراقي منذ احتلال العراق وحتى هذا اليوم مهما كان لم يتمتع بانتيازات التي وهبت من أموال الشعب لهؤلاء البرلمان عفوان أستاذ زياد الجميع ينتقد وكل من شارك في هذه العملية السياسية يكشف عن فساد الطبقة السياسية وهو منهم يعني آخرها كان النائب السابق نديم الجابري تحدث قبل قليل في مقتطف أكد أن هناك كتلا سياسية منذ الآن تسعى إلى تزوير انتخابات المقبلة يعني هل بقي أحد في العراق ممكن أن يثق بهؤلاء وبأي انتخابات تجرى ونديم الجابري لماذا؟ طارق الهاشم كذلك نائب رئيسي الجمهورية وهناك أعضاء برلمانيين بالبرلمان العراقي في دورات سابقة أيضا ذكروا مسألة الأعرجة أيضا ذكروا من تيار الصدري وهو إنشاء عن تيار الصدري اليوم بطريقة أخرى تكلموا مطولا عن تزوير الانتخابات نحن في بلد الوحيد في العالم الذي تتأخر نتائج الانتخابات حتى يتم المفاوضات بين الكتل السياسية على المقاعد نحن الدولة الوحيدة في العالم سبعة عشر عامل وإمكانيات وأموال هائلة لم تستطع هذه الحكومات أن تحسب نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة أو 48 ساعة مثل بقيق دول العالم لا يوجد جهاز إلا واشترتهم من فضية الانتخابات ولا توجد فرق من كل دول العالم تأتي على حساب العراق وبالمحصلة النهائية ننتظر أشهر حتى يتم التفاوض واختيار الأسماء والتسلسلات التي تباع وتشترى يعني اليوم لدينا في مدينة الموصل نائب عن مدينة الموصل ثث دورات انتخابية لم يشاهد أحد أصلاً لا يعيش في داخل العراق فقط في وقت فترة الانتخابات يوزع الأموال يحجز مقاعد ثم يذهب إلى دولة جارة للعراق ويجهز هناك إذن هناك بيع وشراء لهذه المناصب هناك تزوير واضح هناك عملية الحقيقة مصادرة إرادة الشعب العراقي ويجب حل هذه المسألة الجذري وإلا ستعاد نفس الوجوه وتدوير هذه النبايات الأسف الشديدة ونعاني ما نعانيه اليوم بسبب هذه العملية السياسية البائسة ووفق هذه العاليات التي لم تستطع أن تقدم أي شيء الحقيقة منذ احتلال العراق حتى يوميا شكرا جزيلا لك الصحفي والإعلام العراقي سيد زيادة سنجريم من فيانا